مع اجتداد قبضة الخناق على طهران رغم محاولاتها المستميتة للتحايل على العقوبات الدولية لتخفيف تداعيات الحصار على اقتصادها الذي أوشك على الانهيار فإن إيران تترقب عقوبات أمريكية جديدة عليها في ظل إصرار نظامها السياسي على مواصلة دعم الميليشيات في العراق وسوريا واليمني ولبنان السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كراف اعتبرت أنه من الواجب على الولايات المتحدة مواصلة الضغط على النظام الإيراني طالما أنه مستمر بنشر الصراعات والفوضى والمعاناة الإنسانية والتي لا يمكن السكوت عليها كتعريض ملايين الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في مختلف دول الشرق الأوسط للخطر وعليه فإن قطع الإمدادات عن نظام طهران الراعي الأول للإرهاب في العالم سينقذ الأرواح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اتهم في وقت سابق النظام الإيراني باستخدام عائدات مبيعات البترو كيميائيات لمواصلة تمويله للإرهاب وزعزعة الاستقرار مشددا على أن إدارة ترامب لا تزال ملتزمة باستهداف المساهمين في مساعدة إيران للتهرب من العقوبات الأمريكية عبر تسهيل البيع غير المشروع لمنتجاتها البترولية حول العالم ومنذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015 لمنعها من حيازة القنبلة النووية شددت واشنطن العقوبات على إيران وفرضت حضرا شاملا على مبيعات نقطها هذه العقوبات الجديدة تأتي تزامنا مع إصرار النظام الإيراني على التنكيل بالشعب داخليا وقمع الاحتجاجات بالقوة وسفك الدم فضلا عن ممارسة نهج الترهيب والترويع عبر تنفيذ عمليات أعدام وقتل جماعي رغم الرفض والإدانة الأممية ممارسات نظام الإيراني وإصراره على دعم الإرهاب وتحديه للمجتمع الدولي جعله كمن يشد طوق الخناق على نفسه ويرتمي في غياه بالتهلكة